احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد احبتي في الله الميكروفون صائم احبتي في الله قد لا تكون ليلة القدر قد انتهت بعد لان المسلمين من عجب ينتظرون شهرا في السنة وينتظرون عشرة ايام في الشهر وينتظرون لحظة في العشر الاواخر عسى ان تتاضفهم اما قبل هذه اللحظة لم يعد الانسان نفسه اعداد وكأن هذه اللحظة عندما تنزل انتهى الامر اولا ينتشر بين المسلمين جميعا وفي التواصل الاجتماعي يا فلان يا فلانة هل رأيتم الشمس صبيحة اليوم هل رأيتم الكلاب ولم نسمع لها صوت بالليل والسكينة التي كانت هل رأيتم كانت ناسا التي حددت مع بعض الملائكة ليلة القدر هل هل وهذه الاسئلة التي لا يعني لا تشعرني الا بان الامة نائمة نوما عميقا قضية ليست في انتظار لحظة لا ليست في انتظار ليلة القدر تراها انت في قلبك انت شعور داخلي ليس جماعي نحن لسنا صحابة رسول الله لسنا الذين كانوا مع سارية عندما نادى يا سارية الجبل الجبل وقال اننا سمعنا صوتا كصوت امير المؤمن عمر مش سمعتوا لا ده سارية قول لي ايه قول لي معاه سمعنا جميعنا لان سبحان الله الات الاستقبال نقية اما الات الاستقبال المشوشة فكل يعمل على شاكلته مفيش حاجة اسمها جماعية لا انت عندما ترى المسلمين في التراوية او في التهجد والعلمكم صلاة التهجد هذه بضعة ما صنعها الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ابن حمل ولا ابن القيم الجوزية ولا ابن التعمية ولا ابن حزم الظاهري ولا ابو داود ولا ابن سبحانه ما صنعها احد خمسين سنة كده ربنا يرحمه رحمه وسعى شيخنا الله ارحمه والشيخ خليف فالامام الحرم ويقف كده مع كم واحد عند خلف باب السلام تقريبا ويقف معه ستة صارت قاعدة عند بعض الناس وظنوا ان هذا خلاص يقولك يعني حرام يعني انا لم اقول حراما لا اقول حرام لكن يعني العودة الى الحق يعني دائما يعني الاطر يجب ان تكون العبادة اللهم اني اسألك من العمل اخلصه واصوبه قالوا ما اخلصه وما اصوبه يا عمر قال رضي الله عن اخلصه ما كان خالصا لله واصوبه ما كان على الكتاب والسنة يعني لدرجة ان الله يرضى عنه سيدنا عمار خرج في سرية مع عمر رضي الله عنهما اه بعثهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقدر الله اصابت كلاهما جنابه صباح الصبح الاتنين جنوب وكان لا يعرفه لسه اي قضية التيمم فماذا صنع عمار هداه عقله تمرغ في الايه في التراب وصلى عمر قال له ماذا تصنع قال له انا اسقط هيا هيا عملك سبحان الله عمر لم يصلي الى ان وجد الماء لما عاد قص القضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يكفيك يا عمار ضربة او ضربتين كان يكفيك ضربة او ضربتين على الصعيد الطاهر يعني ايه الصعيد الطاهر اي شيء من باعه التراب او عليه تراب يعني في البلاد العربية لو خبط على وش اخوك انا خلق خلق تراب لانه او من تراب اصدق يعني بص انت مش تأول ما ترجع البيت وتكون لسه حسن من انضف البيت امسح كده على بتاع يعني من باب يعني انك ايه تفتح باب المشاكسات انا شاف تراب فكلنا تراب ومن تراب الى التراب المهم على الصعيد الطيب كان ست وستك لازم يجيبوا ايه اه صخرة كبيرة لطوبة كبيرة من الغيط ولا يحطها تحت السرير كبيرات السن عجائز وايه ويمسح عليها ولما تكون واحدة منهم في المستشفى تقول لها يا انت تأمام له لا لا يا جوز طب بتعمل ايه لا لا اصلي حولها ولا قتلها فطلعت الفتوى الفتوى والفقه اللي ايه يعني ادب تحديث الخطاب الاسلام المهم يعني فيكفيك ضربة او ضربة تذهب على الجدار على الحيط على الارض ثم تمسح وجهك وتمسح ذراعك كل من على ضاء هكذا ثم بكفك اليسر هكذا ثم الذراع الايصر هكذا ثم باطن الذراع هكذا وتصير بهذا طاهرا والتيمم يغني عن الاغتسال للجنوب ولا يغني الوضوء هذا لكن انت شوف يعني التامم ده يغني عن الايه عن الاغتسال لكن الوضوء لا يغني عن الاغتسال سبحان الله طيب كان يكفيك هذا المهم لما صار عمر اميرا للمؤمنين صار عمار يحدث بهذه القصة وهذا الحديث ده انا قلت كذا والرسول قال لي كذا فقال عمر يا عمار ما الذي تقوله للناس قال امير المؤمنين الا تذكر قال لا قال لا بالله عليك قال لا لا والله عمر نسي تماما القصة ونسي الرحلة ونسي الحدث فكان يمكن قال يا امير المؤمنين ان اردت بحكم طاعتي لك انت امير المؤمنين ان تأمرني ان اسكت لا صمت يعني لو قلت لي ما تحدث الحديثتان اقول لك حاضر انت ولي الامر ولا اسكت فسكت عمر وظل عمار يحدث فاحيانا لا تنتفض لرأي واحد ولا لمذهب واحد فربما لم يصل الحديث هذا الانسان ووصل لهذا الانسان سبحان الله يعني ربما وصل لفلان ولم يصل لفلان وصل لفلان ودرجة صحته لا ترتقي الى درجة الصحة فلم يأخذ به انا اعود الى القضية واقول ليلة القدر التي جعلها لها هذا القدر هو المقدر سبحانه وتعالى الله عز وجل جعل لها هذه المكانة طيب ليلة القدر اعظم شيء فيها ايه ترتقي الملائكة عن رقيها المعهود لترتقي وتصلي مع المسلمين الذين هم افضل عند الله منهم يعني الله عز وجل يجعل في هذه الليلة المسلمين اللي هم ارتقوا سبع وعشرين يوم في رمضان بالصلاة والصيام والتعبد وامساك سبحان الله العظيم ارتقوا لدرجة انه صاروا خيرهم صار خيرهم خيرهم من شرم فصاروا عند الله ارضا من الملائكة فيرقي رب العباد الملائكة لكي تلتحق بالمسلمين في الصلاة لدرجة ان سكان السماوات تحت قيادة جبريل ينزلوا الى الارض وجبريل اخر مرة نزل فيها اليوم اكملت لكم دينك خلاص هذا اخر عهدي بالارض يا رسول الله خلاص لكن الله عز وجل من كرمه بهذه الامة وباتباعهم لخير يعني انسان وطئت اقدامه حصى هذا الكوكب الارضي اكراما لهم ينزل جبريل في كل ليلة قدر الله اعلم متى هي لكي يصاحب الملائكة في التسبيح والذكر والتأمين على دعاء المسلمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب له ربه فلا تحرم نفسك باللحظات الاخيرة ليه لان الحديث ترقبوها في العشر الاواخر وفي حديث ترقبوها في الوتر من العشر الاواخر فاذا كان رمضان تلتين يوم ها اذا تبدأ العشر الاواخر من اين من عشرين واذا كان رمضان سبحان الله تسعة وعشرين يبقى الليلة تبدأ من متى من واحد وعشرين يبقى سوادي وانا من زمان من اكثر من اربعين سنة قلت وهذا اصنع مع نفسي او ما يجي عشرين رمضان اعتبر ان ربما اصادف ليلة قدر في هذه العشرة بس لان بعد احيانا بعد ما يدخرون على واحد ذو الحجة التين ذو الحجة يقول لا حين اغلطنا في شهر رمضان كان نايم بتاع الناس منسي نسي بس الناس بتاعنا احنا الناس بتاعنا لما ينسى ينسى سبحان الله فيقولك ياه ده كان اول الشر والناس اللي في البادية يعرف اكتر من اي مرصد لا الله حتى لو كان الدنيا مغبرة لا اله الا الله فالانسان يعتبر العشرة واق كلها لغاية اخر لحظة سبحان الله لان غالبا مثلا اذا كان العيد ان شاء الله مثلا الاحد يوم السبت ان شاء الله اللي جينا الامام في الماس اللي بخيره برك سبحان الله مقيم الشعائر احسن مفتش ياخده غياب يعني نعل وعسى يعني سبحان الله ابحثوا ايه يعني سبحان الله كان عندنا في القرى لما اضيع عزك الله نعجة او خروف اه او حمار اعزك الله واحد يلف في البلد اسمه منادي ها ينادي عليه يقول الحمار تاهي الولاد الحلال نعجة تاهي الولاد الحلال واللي لقيها له حلاوة كذا حلاوة يعني مش حلاوة رمضان يعني حلاوة الاساسية خد برك انت اه 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 اخد برك انت فمرة كنا في قرية من القرى في صحبة شيخ نرغزير رحمة الله عليه وهذا يعني ما اشرف به طوال حياتي فاحنا دخلنا ونادم ونادي في الشارع يقول عيل تاهي اولاد الحلال لابس كذا وكذا يقول مواصفاته يعني ها زي الولد في مكابرة الصوت والمول والسوق والولد اشقر عنده اليمين زرقاء زي امه وعنده الشمال السودة زي خاله المؤمنة لا فابد مواصفات فنظرت الى وجه الشيخ فرأيت عينيه قد استعبرتها بدأت الدموعة تينت احلى قلت لهذه الرقة قال يا عمر يا ولدي مفيش يوم من الايام حد ينادي امتيها يا ولد الحلال ايه القمة دي ايه الرقي ده ايه السمو ده ايه الفهم ده فاعذرون على حبهم والله يعذرون يعني رأين والله الذي لا اله الا هو تعلمت في سكوتهم اكثر مما تعلمت من كلامهم فلما يصمت الواحد منهم تتعلم لماذا لانه اذا سكت سكت بعلم سكت بعلم ازدحام مرة في احدى كليات الطب في الجامعة وانا اقدمه ربني يبارك فيه فالمهم ولد امله في الزحمة دي يوصل للشيخ عشان يسلم عليه الحمد الله ما كانش فيه السلفي والميلفي الله يرطي الله الله يسمحكم يسمح اللي اخترعوا المهم يعني سبحان الله فعايز يجي يسلم على الشيخ فالمكروفنات تعطلت زي ما ولادنا عالي كده قاعد يصلح هو مستمعيني ولا مستمعيني انا بيجي دعوة هو ابو عمر اللي عمني المهم فسبحان الله العظيم فالمكروفنات تعطل قفز واحد متحدق من اخر الصفوف انا انا اول ما وصل هو طالف كليل الطب لا يعرف لا يصلح ولا هو قسطة ولا هو ميكانيكي ولا مهندس ولا كهربائي ولا ايفهم في الكهرباء المهم يا شيخ يا شيخ هو عايز يسأل شيخ سؤال خاص يعني يعني تقول عن تعليم الفرنجية يعني عايز يسأل واخد اجابة من ايه فمشي كيف اخدوا من الاسلام قدوا تصلح المكروفون جاي في الوقت اللي بقى سبحان الله كان لو بل الوم يعني رحمة الله على الجميع عند الله يرحمهم جميع عن الحق نبيب الصالحة فليلة القدري تتحرها من يوم عشرين ليوم تلاتين خلاص خلصنا طيب نعود الى بالله عليك فرضنا جدلا ان ملك الحسنات هو صاحب يكتب اول باول حب يرفع تقرير عنك وكذلك ملك السيئات يرفع تقرير عن كل واحد في ناعب ماذا يكتب فيه هيكتب ايه ما الذي تغير لك في رمضان انت لما تشوف الناس وبالذات المسائل اللي بتطيل في التهجد ها وانطلاق الناس كأنها حمر مستنفرة فرت من قسوارة وطلعين مز عشان يجري جوام يلحق قال ايه ياخد اي شيء تموين وتخزين في المعدة التي اوشك الفجر ان يطلع تقول لا اله الا ده دول اللي كانوا بيبكوا مع الشيخ لا اله الا الله مش الراجل مسكين بيقول والله يقول ان كان زمان في البلاد كان فيه مسحراتي ينقر الطبلة عشان يصحر الناس الناس تستيقض الصحوة احنا عايزين واحد لاولادنا مفطراتي ينقصوا في الفطور سبحان الله واحد يقول الافطار الافطار مالواد نايم من قبل الشمس الآن اه امه تصحيب العافية عشان يقعد يفتح وقعد وضرب والعاذب والله رب العالمين زي خالو حسن في ايه يا ابن في ايه سبحان الله حوله ولا قتل بالله وايه الاكل ده يا ابن ده فيه والله لاجئين على الحدود احسن منه ومنك واحسن من ابوه وابوه واحسن من يعني سبحان الله ورغم ذلك يعني ما يأتي عليهم المغرب لا يجدون ربما الماء النقية شربوه نسأل الله ان يجعلنا ويكب من الشاكرين ماذا يكتبوا ملك الحسنات عنه يكتب ايه طيب هل نحن صنعنا شيئا خاصا في رمضان والله ابن ايه اعملنا ايه صلينا ثمان ركعات طب والنبي صلى الله عليه وسلم ما عاش طوال حياته يصلي احد عشر ركعة كل ليلة وبعدين لما تجمع له نوم وثلثة الليل ونصفة ثلث الليل في المدينة سبحان الله ونصفه احيانا ادي ثمان ساعات واده ست ساعات سبحان الله يعني ايه لا ينام فيها فتجد انه كان ينام بالضبط يعني كما قلنا ربما من ساعتين بساعاتنا الى ثلاثة وكل الوقت ذاكر لله عز وجل حتى تورمت قدماه من شدة القيام فكان يحمل على رجل ويرفع القدم الاخرى صلى الله عليه وسلم قلوا طاها ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اي طائل ارض بكلثي قدميك ما انزلنا عليك القرآن لتشقى احنا لم ننزعل القرآن للشقى احنا انزلنا للرحمة زي ما قلت لك واول رحمة ووسط تلطف واخر تحصين انت عايز كتاب اعظم من هذا الكتاب سبحان الله ما في صفح الا ويقاطبك يا مؤمن بعد هذا العمر والله والتعيش مع القرآن اكثر بنصف قرن والله بالامس يعني افكر معكم اول مرة اخذ بالي ان الدعاء له طول وعرض والله الذي لا الان يكتشف الانسان انه جاهل امي لا يعرف في كتاب الله شيء ولا يعرف عن كتاب الله شيء سبحان الله واذا انعمنا على الانسان ها عمل ايه اعرض ونأى بجانبه ها واذا مسه الضر ها فايه فذو دعاء عريض يا الله الدعاء عريض يعني اذا مدام له عرض يبال له ايه طول اذا كان هو بما لا يدعو باخلاص امي للطول يكون ايه ها كيف يكون الطول جاء رجل مجيوسي الى ابي بكر قال ابي بكر اما يقول ربكم لكم جنة عرضها السماوات والارض قال نعم قال فاين النار مدام الجنة احتلت المكان كله ها قال اذا جاء الليل فاين النهار واذا جاء النهار فاين الليل انت زعلان يعني طب الليل لما ييجي النار وروح في عين والليل لما ييجي النار والنهار ييجي سبحان الله قال دا ابو بكر ايه اجابته ابن المسيح مش عايز يجابه وروح لعمر يا ابن الخطاب قال له نعم قال له جاءنا عرض والسماوات والارض فين النار قال له اذا جاء الليل اين النهار واذا جاء النهار سبحان الله فقال الله طب اروح للرسول بتاعهم ذهب الى رسول الله هو من لؤمه مرضيش يقول له ده انا رحت لفلان وفلان احنا بقى الموردين بتوعنا انا سألت الشيخ فلان والشيخ عدن واضرب المشاكل في بعض يا حبيبي شوء المجوسي فهم اكتر من نين راح للرسول قال له يا محمد الا يقول لكم ربكم جنة عرضها السماوات والارض فاين النار قال اين الليل اذا جاء النهار واين النهار اذا جاء الليل فالرجل بهت قال الرسول له ولو سألت ابا بكر او عمر لقال لك ذلك يا الله خد من عندي سبحان الله خد من عندي سبحان الله 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 يرضى على الصحابة الجليل طلحة الذي جاء وقت سداد الدين واليهودي يهودي هو صاحب الدين قال له دين يا طلحة قال له انا قلت لك زمن الجمع الرطب وانت شايف التمر والنخلة مفيش انتاج قال لا انا اريد وإلا شكوتك لرسولك راح اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم فراح النبي معه صلى الله عليه وسلم الصفر جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يرضى عليك في ناس محققين جاعدين الله يرضى عليك محققين من كل نوع في الحديث وكله وفي نوع الحديث سبحان الله وفي زرجة الحديث انا ربنا يعلمنا مش الله Leah سبحان الله انا في معاهد امامه والليه المهمة يعني سبحان perdلا الله المستعى الله المستعى الله المستعى اين عریشك يا جابر العريش الخص اللي يقعد فيه الايه واللما شاش في الريف معذور مسكين اللي ما عندوش بستان برضو الله يكون فعو قال يعمله كذا دايما في الركور في الكورنر في الركن يعني ويعملوا كده ايه داروا كده يستقف من طين زي بيت صغير يوعد فيه في الظل المهم دار الرسول دورة في البستان حلاص اللي بتاع خرص ما ينفع سبحان الله سبحان الله والكل التمر اللي على النخل حشف العربي كان يقول له ايه يقول له احشفا وسوء كيلة يعني انت بياع اللي تمر رديء ما ينفعش الا تأكله البهائم وكمان مطفف في المزاة في الكيلة الله يسمحك احشفا وسوء كيلة اخ زميل لنا كان خريط شريعة وبعدين سبحان الله العظيم رحنا نصلح بينه وبين ابو زوجته في خلاف يعني فالمهم هو كم يسجل دكتوراه مع الشيخ ده مع حماه يعني حماه الله فحماه سعت بجد استنفر لابنته فالولد يعني هو مش ولد كان مدرس يعني في الجامعة بس هو بالنسبة للأستاذ يعني فقال له اه صحيح يعني انا ابنتي ليس فيها مسح الجمال ولا مال انا راجل يعني على باب الله مدرس في الجامعة يعني بس فيها دينها فالتاني تجر قال له اللهم مولانا يعني احشفا وسوء كيلة يا راجل دا انت جاي عند تتعالم على يا ولدي علي وانا اللي علمتك سبحان الله بعيد فما تستخدمش الامور يعني سبحان الله ده عندك سائق ولا غير ولا ايوة ما بني على باطل ان كان باطلا الله اكبر يا شفعي ايه فيه عام سبحان الله انا مش كده ايه المهم ده اعرف المستان ده وراء اين عريشك يا جابر قاعد في العريش لحظات اخذته سنة ثم قام قال يا جابر نعم الجزة واجمع يا الله جزة واجمع ايه قال فجبت للعمال وطنعوا النخل وجمعوا الرطب وسبحان الله العظيم الحشف سبحان الله صارت نفخت فيه الروح وكأن سبحان الله صار رطبا جيدة وقضى دينه وقال وانتجت بستانه او الحائط ما لم تدنج من قبل فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم تتبسم وقال اشهد اني رسول الله ما قدره حق قدره الا رب صل عليه فالقضية ما الذي تغير فيك في رمضان انت اين لزودته سبحان الله انت بالله عليك صمت من الرابع الا رب ها ولا من ثلاثة ونص ازاي ما تقول لغاية الساعة السابعة والرب حل تمام جيت الساعة السابعة والنص ادخلت في الطعام ما لا يستطيع احد ان يدخله في الاسبوع كله سبحان الله وتروح تصلي وراء الراجل للتراويح لا اله الا الله سبحانه من يعطيك النفس عايز انعاش او عايز كل واحد ايه وهو داخل بدل ما يعطيه وبتاع يضطيه انبوت اكسجين بس ايه يستطيع ان لا اله الا انت وبعدين لا اله الا الله فما الذي يجد يبقى اذا هو ما كانش شهر الصيعة هو الركائعات التي صليتها ادعو الله ان يتقبلها ولا تنظر الى من لم يصلي انك افضل منه سبحانه طيب بالله يعليق قلبك ما الذي فيه نوي ايه بعد العيد ان شاء الله الله يرضى عنك هل نوي تغير سياستك مع الزوجة مع العيال مع القريب مع الغريب مع تعاملك مع الكتاب مع توقلك على الله مع يقينك في الله سبحان الله هذا العالم الذي قيل له يا امام لقد غلت دقيقه في بغداد قال يعني وانا وزير التموين نمال قال الله لو صارت حبة القمح في بغداد بدينار من ذهب دينار ذهب ولا اقيا ولا شير سبحان الله ما حملت هم رزقي لانني اعبده كما امرني وانتظر ان يرزقني كما وعدني خالي عندك يقين ده عنده يقين وحي مش عندنا طب ليه هو رب العباد قال اعبدوني اياك نعبد وبعدين وياك نستعين يا رب لك العبادة ومنك الاستعانة انا اعبدك وانت سبحان الله حتى الذي لا يعبده يرزقه يا اخي اذا كان يرزق سبحان الله الكافر يرزق الدودة في بطن الصخر والحشرة في جحرها والحيتان في بحارها والطيور في اكمانها في اكنانها سبحان الله الا يرزقك انت وانت اكرم من خلق ولقد كرمنا بني ادم الله ما اجعلنا من المكرمين عندك يا رب فبالله عليك لا تخلق يعني عبدي خلقتك لنفسي فلا تلعب وخلقت الاشياء كلها لك فلا تتعب انت ليه تعبان انت اسعب بس السعج على درجة الهدف جاء في الاكل وقال فاذا قضية الصلاة في ايه فانتشروا في الارض انت شعر عادي مش تسعر وبعدين قال سبحان الله العظيم انا رايح ايه يؤذن المؤذن فاسعوا الى ذكر الله سعي اداء السرعة ايه سبحان الله المغفرة والاستغفار والجنة هل وسارعوا او وسابقوا سواء في العمران او في الحديد وسارعوا الى مغفرة فالعمران وسابقوا الى مغفرة في سورة الحديد التنظير الى يات المنظرة طيب اذا كان لله عز وجل قال ففروا الى الله ففروا الى الله في فرار مستحب وفرار ممنوع الفرار المستحب الى الله والفرار الممنوع ان تفر من الله والعياذ بالله الله مجعل فرارنا اليك يا رب العالمين سبحان الله طيب الامر الاخر سبحان الله العظيم انت كن على يقين ان الله عز وجل اراد ان يرحمك فجعلك مسلما من فضل الله هيجي يوم من الايام يقول سكان النار والعياذ بالله الست دركات لسكان جهنم اللي الدركة الاولى اللي فيها عصات الموحدين عصات الموحدين في جهنم سقر حطمة لضى سبحان الله الهاوية الدركة الاسعة والنتنازل تحت ولعياذ بالله لكن الدركة الاولى دي فيها عصات الموحدين اللي عليهم احكام حقوق ناس الى اخيرة فيقول سكان الست دركات ماذا صنعتم بصلاتكم والصيام جعلكم رمضان حرمت نفسكم وبعد المتكلمت لم تغتاب ولم تنم ولا تغدو ربا ولا غيره ورغم ذلك لذنوب عملتها جيت هنا ايه الفرق هنا يغار رب العباد على التوحيد في قلب الموحدين يقول اخرج من النار كل من خافني في مقام اللي في مرة كده لا 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 استغفر لا 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 ما ينفع لا 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 اظم اصطار اخذ لا 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 سبحان الله يظل ناس يقول اخرج من الناس من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني مرة كده يعني استعبر مع الشيخ عمر ولا الشيخ فلان مرة فيعني ايه سبحانه الله ان دمعة من العين خشية من الله تطفئ بحورا من جهنم سبحانه الله المهم يظل ناس اخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان اللي عنده ايمان يعني اه بهذا المنطق يخرج فيظل ناس اخرجوا من النار كل من قال لا اله الا الله فيخرجون هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذه الاولة يتمنى الكفر انه يكون ايه ولذلك الرسول لما قعد جنب رأس عم يبطل يقول له عم ايه قلها اشفع لك بها ايه عند رب يقولها يعني يقول ايه بس لا لا اشارت الدخول سبحان الله العظيم فانت بفضل الله عز وجل اجمع او جمع نفسك اليوم والما الذي اريد ان افعله ان شاء الله ان طالت بها الحياة طالت بها الحياة اعمل ايه ان شاء الله ايه قلبي ايه دي انا قلق دي متوتر لايه الشباب شباب صغير قرن العيال عندك في البيه الولد جاعة ريده لايه 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 سبحانه لايه لايه قشع ريرة يا ابن حبيب حراتك اربعين في برد لا يا ابو ما فيه قلق ليه يا ولدي اهتمال نهزم اليوم في المباراة لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله هو قلق ليه قلق يا ابني سبحان الله متوتر ليه متوتر والحرم برضو متوتر طب ليه رزقنا سبحان الله يشوف ان كان الغد من رزقك فسوف يأتيك ان كنت لسه تعيش لبكرة رزقك جيد وان كان الغد ليس من عمرك فمن رزقك يرزقه غيرك اللي انت خاف عليه مش انت خاف على الولد ابو سبع سنين اللي هتسيبه خاف على البنت اللي عندها تلس سنوات اللي انت لو موتت اتركتها وليعدلك ضمان ومن ومن اوفى بعهده من الله لا ما فيش سبحان الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه من خايفا احسن يحصل عمه يظلمه خاله يظلمه سبحان الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدة قل كلاما صوابا قل كلاما صوابا سبحان الله يا حسن في خضمة سابقة من سنوات لما دخل على جعفر الصادق قال يا امام يا ابن بنت رسول الله عظني جعفر الصادق من السلالة رضي الله عنه واستاذ ابو حنيفة سبحان الله قال يا حسن بعض الحسن البطر اطع من احسن اليك اطع يعني عيب عليك ابوك ينفق عليك وبعدين انت يدخل لا تقوم له والله لا اذكر لا اذكر مرة ان انا او اقاربنا او الحاضرين او الناس الاهل الفضل اللي شاب شعروا معبر الاربعين يعني سبحانه اول ما يدخل الارب كل قيام احترام اللي اللي يقول لك ليه ايه الذل ده يا عمز الذل والله ما هو ربنا سمى ذلة واخفض لهما يجنحل ايه الذل الذل من الرحم كنا اذا دخل الارب نقف وننتظر حتى يجلس مجلسه واللي يقاتل قبل اخيه لكي يقبل يد ابيه او رأسه ايه ده سبحانه الله العظيم وهذا شعور الاب فانه راضي عن اولاده الاب والام باب من ابواب الجنة سبحان الله يا حسن اطع من احسن اذا كان الاب نطيعها كذا فما بالنا بمن يحسن الينا وهو الله سبحانه وتعالى يا حسن اطع من احسن اليك فان لم تطعه يعني الطعب تحتك على جلد حاله مش جادر فلا تعص له امره وان لم تطعه وعصيت امره فلا تأكل من رزقه في رزق غير رزقه فان لم تطعه وعصيت امره واكلت من رزقه فلا تسكن داره بالله عليك لو الولد في البيت صار حريق على اخواته ومشكلة وعمل مصايب وفضح البيت ويتعاطى المخدر وكل شوية نجيبه من اخفر الشرطة بالله الاب يقول له ايه فارقنا عندنا بنات عايزين نزوجهم عندنا عيال عايزين نربيهم فان لم تطعه وعصيت امره واكلت رزقه وسكنت داره هنا الشاهد اللي انا عايزه قال فاعد له جوابا وليكن صوابا جاهز الايه بس تكون ايه سليم هتكون سد حتى المصدعفين قال فيما كنتم قالوا كنا مصدعفين في الارض قال لا لم تكن ارض واسعة فتهاجروا فيها يعني مدلهم شو العز يعني مضعاف يا رب سبحان الضائر عظيم لا حول ولا قتل بالله فانا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق يسمع هذه المواعب ويستجمع نفسه ويرى سبحان الله العظيم ان نلابد ان ينوي نية صادقة بان يفتح صفحة جديدة وهذا هو الناجح في المعهد الرمضان هو الناجح في الجامعة القرآنية الايمانية هو الناجح ان سلم امره لله وفوض امره الى الله الرجل الاعرابي وهو يموت قال يا ابانا كيف حالك قال اقدم على من بعد لحظات انا رايح على فين على الله عز وجل قال والله ما رأينا الخير الا منه في حد شف من ربنا الى الخير هل عودك رب العبادة الا جميلا يا مؤمن يا مؤمن اقسم الله عليك اليوم ان شاء الله اذا تذكرتني تذكرتني يعني انت تنساني بعد ما تقول على طول زي بتنسى اهل بيتك خليني مرة كده وذكرني يعني ما تعتبرنيش حماك ولا تعتبر المهم يعني فسبحان الله رغيف الخبز المقدم لك اليوم انظر الى كرم الله عليك في انواب في هذا المكان لا تأكل هكذا هلو رغيف ده مين اللي خل الراجل سبحان الله في الارض الزراعية يصبر شهورا حتى يستنبت حبة القمح فتنبت سنابل ثم يحصدها بعد ان تجف ويذهب بها الى المطحن لتطحن ويذهب بها الى العجان لتعجن ويذهب بها الى الخبز ودي فرق وطوائف وسلم واصلات واموال وخدمات وتعبئة وبعدين بعد العجان يودع الخبز يخبزها وبعدين سبحانه توضع في كيس وتأتي لك في طبق امامك كم واحد بالله خدمك كم واحد اشتغل في الرغيف ده عشان يوصل لك الا تشكر رب العباد هو انت انفكر ان انت الرغيف ده اشتريته بفلوسك لا انت جاءك بفضل الله جاءك بفضل الله سبحان الله وبعدين ده مالك مش مالك ولا جسمك ان الله اشترر من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة اشتر ربنا اعطاني واشتر تاني فسبحان الله المشتري انا بالله عليك ولله المثل العالم اشتريت منك خليه بالمثل المدني كده سيارة واعطيتك ثمنها وتبسي فلان الله يرضى عليك انا ما عنديش مكان له خليها عندك امانة لغاية انا مطلوبها خلاص فانت عندك ربنا موسع عليك لك مكان تركت السيارة انا خلاص يعني انت السيارة وقد بيعت بسية امانة عنها هل تستطيع ان تؤجرها ينفع ينفع تشغلها تاكسي اجرة وسيارة اجرة ينفع تقول تهم مشاوير لك ودعيالك ها انما تستأذن صاحبها اذا اضطررت ودعا فلان السيارتي في التصليح وانا زوجتي او بنتي حرارة اربعين وانا ننقلها المستجد ممكن بعد اذنك اخذ السيارة يبقى تخذها باذن من فانت جسمك ده ربنا اشترى والمال ربنا اشترى لا تستخدمه الا ان تستأذن صاحبها فهمنا ولا ما فهمناش ولا تعملولي صايمين لا لازم نفهم يعني سبقى انت فيه ارقع حالاتك الايمانية لعندك لغدا ولا عندك مطالب الا بعد المغرب ان شاء الله فاخذها الان اسمع فلا تستطيع ان تستخدم ما استؤمنت عليه الا باستئذان صاحب الامانة هو صاحب الامانة اللي يقول لك اروح او ما تروحش فليست لك ليست لك سبحان الله وما دم ليست لك ان الله اشترى اشترى يعني ايه مش ان الله يشتري لا ان الله ايه اشترى فعل ايه يعني البيع قد ايه انتهى من المؤمنين وطائفة خاصة مش من المسلمين مش المنافقين مش الفاسقين مش اللي قاعدين على المقاهي مش بتوع المساء لا ان الله اشترى من المؤمنين اشترى ايه يا رب انفسهم واموالهم. يعني المبيع ايه? طب مقابل ايه? بان لهم الجنة. يا الله معقول. يعني انت يا رب انا ضربت لك المثل. عندك ولدين. ولد ذكي. ولد عنده غباء اجتماعي. الولد كلاهما جيت بربة كده ليس معك ايه مبلغ فكة كده ولا غير. ولدي ولدي بسرعة عشرة درهم. يا ولادي اتلكاه الاول ما هو عصفور في اليد. ها? ها دي له عنه. بالليل ان شاء الله رجعها لك مية. الولد الذكي يقول ايه? العشرة اصلا دي مين اللي معطها لي? ابويا. فلما يطقبها مني ها? اعطيها لما اعطيوش. لا دا كمان بيعيدنا انه ايه? هيضاعف الفنية. فورا الولد ايده تتحرك وايد دي ابوه لايه? العشرة حل? الولد الغابي التاني يقول لك يا عمي ابويا دا امي دايما تقول عليه ما امه ما استفيه بتاعه وعنده امه مش طيب اه فانو سبحان الله عارف الراجل يقول له ان خدوه يعيني مسكين عملوله اه غسيل مخ للذاكرة. انا عايز امسح الذاكرة تعبت. لذاكرة امسحوها. ما سحوله الذاكرة. استفق من العملية. الطبيب سأله. فاكر شيء. قال والله ما فاكر الا اسم مرتي. قال له له دا فيروس ما نقدرش عليه. سبحان الله. سبحان الله. لازم في المخ. لازم الهرد دي سبحان الله. المهم علينا. الحمد لله تحكت اخيرا يا الله. سبحان الله. طيب الحمد لله. بني ارزقكم بسمة القلب. ويرزق اهليكم الرضا. ويرزقهم التوكل على الله. ويرزق الاسلام النصر والمسلمين العزة والرفعة. وان تعود لنا ايام الاسلام مرة اخرى ان شاء الله رب العالمين. فالولد المتغبه دي عم يخلي المبلغ في جيبك اضمن. ايه اللي يخليك تعطيه? هكذا الفرق بين الكريم والبخيل. هي دي. هي دي. سبحان الله. لان هو يظن ان الله. قال له ايه? قال لنا ايه? ما نقص. ما نقص مال عبد من صدق. ثلاثة اقسم عليهن. يقسم الرسول. ما نقص مال عبد من صدق. سبحان الله. ما ما نقص ليه? لان عبد الربحان بن عوفي لما جردته امه من كل ما يملك. راح المدينة مع اربعة دراهم. وبعدين اخوه الانصار قال له دي البيت. قال له لا 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 بس دلني على السوق. ضحك اخوه. الانصار معار. الملياردراته واصحاب الملايين. ها? اه معروفين منهم? في في تلت قبائل بنو خي نقاع وبنو النظير وبنو قريضة. وكانوا دول شغلاتهم ايه في المدينة? تجارة الذهب وتصنيع السلاح والسروج. يصنعوا الذهب. سباك الذهب. ويصنع السروج والسلاح. ويبيعها المين? يبيعها للاوس عشان يحربوا الخزرج ويبيعها للخزرج عشان يحربوا الاوس. فكلما الحرب تبتدي تهدى ويبتدي الناس تصالحوا مع بعض. ها? يجي واحد منهم ايه ده? خالق يقتلوه تسكت? ها? ده انت صحيح يا ردي البعيد سبحان الله. ها? ابن عمك فلان ها? صخر ابن حرب ابن 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 يقتل كده دمه يروح حضر. سبحان الله يثيروا الثرائب. سبحان الله. تروح غيمة عشان هو ايه? ايه? سبحانك يا رب الله الله. هل في التاريخ صفحة جديدة? ما سبحان الله. المهم يعني. فسبحان الله العظيم انت انت في قضية سيدنا عبد الرحمن قال له يا عبد الرحمن اين تذهب? قال له والله لقد دعى لي رسول الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه. فوالله لو وضعت يدي تحت حجر عندي من اليقين بفضل دعاء الله ان اجل دينارا من الذهب. اربع دراهم بعد ان انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الرفيق الاعلى وبعد ما عاش عبد الرحمن عمرا فيه طاعة كان يخرج زكاة ماله مرة واثنين وتلاتة. تلات مرات يخرج زكاة. لما مات بدأوا يعملوا التركة. انه اعلم الوراثة. ممكن اقول له ايه? ها. عايزين يحصلوا التركة. جاءوا بالعمال ودخلوا على سبائك الذهب. فما غابت الشمس حتى مجلت ايد العمال مجلت يعني ايه? التهبت وتورمت من الفؤوس من كثرة تكسير السبائك الذهب. يا الله. يعني ولا ميزان البدفعات بتاع دوت. القصر. راحت زوجته الرابعة. خلي بقيت من الرابعة دي. ها. زوجته الرابعة. ده عبد الرحمن ابن اوف. خلي بقيت انت سبعا. مش عبد الرحمن ابن احمود. لا عبد الرحمن ابن اوف. تختلف. عشان ما تغلط ولا بتاعه. هيستحكي الحكاة يحكيها. انا ما نجدعوه. اقول عن الشيخ عمر. خلاص ومسح فيه. سبحانه. حطاه في راقب التعالي مطلح سالم. ها? الزوجات كانت حامل. قالوا لازم نستقنى انتظرها تشوف هي ولد ولا ايه? ولا بنت. الولد غير ايه غير ابنة. قالت لا. قسموها على انها بنت. ولو طلع ولد انا متنازلة. الذكاء اضمن دلوقتي اه? سبحانه عنه بعد شوية الحكاية تدخل في دوام القضي القضاء والمهم يعني سبحان الله. فقسموا التاركة. اعطوني حقي. اعطوها حقها. طلع اتنين كتب السرقل اتنين الف الف يعني اتنين مليون دينار ذهب. ده بالنسبة للتاركة يبقى ايه? هم الاربعة ياخدوا كام? يشتركوا في التوم. مش كل احد يتاخد التوم والباق ياخد اه خزوق. لا 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 اقول الاربعة توم. الاربعة مع بعض ياخدوا كأنها زوجة خلاص? اربعة انتم بتوحي حسابات بنا انا رجل مليش في الحساب. ربعة التوم لتنين مليون يبقى ذلك اتعذر. كانت اربعة وستين مليون دينار من الذهب. منين? منين? ها? من الاربعة دراء. ومنين ايضا? من من تطهير المال والزكاة. انفق بلال ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. انفق ينفق عليك. حاذر ان تدعو عليك الملائكة. اللهم اعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا. سبحان الله. لان في طائفة من الناس يعني الاخراج وربنا كان لهم جنات وعنيون وخيرات بنضاع عز وجل لما ماتوا انزاحوا وما تنضاعوا زكاة المال فما بكت عليهم السماء والارض يعني ايه يعني لاهل الارض بكوا ولاهل الايه السماء بكوا انت لما تموت يبكي عليك مكانان ونوعان تحب تعرفها اللي بعد اليد ان شاء الله كل ما لها الدنيا تعرف لما تموتها تعمل يعني لما يبكي على المؤمن مهبط سجوده في الارض ومصعد عمله في السماء كل واحد له شفرة يطلع منها العمل والعمل الصالح ايه يرفعه فيطلع من مكان معين سبحان الله فالمكان اللي تسجد فيه يبكي عليك والمكان اللي يصعد منه العمل يبكي عليه والناس الصالحون يبكون لفقدك والملائكة ايضا تبكي عليك لانك غادرت او توقفت عن الذكر سبحان الله العظيم التنين والعياذ بالله فما بكت عليهم السماء ولا السماء تبكي ولا الارض تبكي اذا مات المؤمن بكت عليه اثاره اثاره تبكي عليه ليه لانه كان بيتعاش معها بما يرضي الله احبتي في الله رجع نفسك وانظر ماذا ترى وخطط لنفسك خطط شوف للدنيا خطط برحتك ولكن خطط للاخرة اذا قدمت على الله بعد لحظات او بعد شهور او بعد سنوات ماذا انت قائل لربك اعد جوابا وليكن صوابا وصلى الله عليه وسلم محمد ولا صعب وسلم لا تنسونا من صارح الدعاء نلقاكم في صلاة العيد ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله